أول مقر مسيطر يعمل على مدار 24 ساعة في قيادة العمليات المشتركة الهدف منه متابعة خطتي زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام الأمنية والخدمية بالتنسيق مع القطعات المنتشرة المقر يضم قيادات أمنية ترتبط فيما بينها بدائرة تلفزيونية بهدف تقديم المعلومات المهمة عن حركة القطعات الأمنية واجب المقر هو تسهيل وتذليل العقبات مع قيادات العمق مع القطعات مع منافذ الحدود زائدا إدامة كل المعلومات المتعلقة بالزيارة سواء على مستوى القطعات أعدادها انتشارها انفتاحها وأيضا موارد الخطة الخدمية سواء عجلات الباص المنافذ التنقل ما يتعلق بالماء الوقود وكل مفردات الزيارة هذا المقر ما يقود لكن هي لسيد القائد العام القوات المسلحة والقائمين على الخطة معلومات متكاملة زائدا يقوم بردود الأفعال المناسبة لمعالجة أي معضلة ذات علاقة بالزيارة وتواصل القطعات الأمنية المكلفة بحماية الزائرين تعزيز انتشارها بتشكيلاتها وصنوفها المتعددة لتأمين الزيارة وخلق سيابية للوافدين من داخل العراق وخارجه تم مسك كل المخارج والمداخل في المناطق المتجهة باتجاه خط سير الزوار وتأمينها وفحص الطريق أيضا باستمرار من الصباح الباكر وحتى في المساء هذا كله ضمن خطة وعدت من قبل قياة عمية بغداد وأيضا من قبل قياة عمية الكارخ لغرض تأمين زيارة الإمام الحسين عليه السلام وأيضا تم تهيئة الأمور الأخرى بتفويج العكسي إلى محافظة بغداد حتى انتهاء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ستكون القطعات الأمنية والاستخبارية جاهزة لأي أعمال أو مهام تكلف بها من بغداد محمد العيداني العراقي الإخباري